عبر حقب متواترة كان تأثير اللبان جلياً في جوانب الحياة المختلفة بمحافظة ظفار وهو ما أكدته مجموعة الدراسات التي قام عليها فريق بحثي لمرويات الحياة الاجتماعية الخاصة باللبان والذي كشف عن تفاصيلها في هذه الندوة العلمية التي حملت عنوان اللبان والتراث الثقافي الندوة طبعاً جاءت امتداد لمشروع ثقافي كبير نشرف عليه وتشرف عليه بالذات وزارة الثقافة والرياضة والشباب يستهدف دراسة المرويات المتعلقة باللبان في الحياة الاجتماعية طبعاً المشروع بدأ من شهر إبريل نهاية شهر أربعة ولا يزال جاري إلى الآن أوراق العمل تطرقت إلى تفاصيل دقيقة للعناصر البشرية وتفاعلاتها في حصاد اللبان كالتعريف بمنازل اللبان وأنظمة العمل في حصاده والقيم الإنسانية التي تميز بها مجتمع اللبان كما تطرقت الندوة العلمية إلى مجالات الاستفادة من التراث الثقافي لللبان تطرقنا أيضاً إلى إمكانية الإفادة منها في الجانب البيئي وفي الجانب الثقافي بشكل عام وفي الجانب السياحي فيمكن أن نقول عن الحياة الاجتماعية والمعارف المرتبطة بها أنها تشكل مادة دسمة ثرية يمكن الإفادة منها في هذه الجوانب التي ذكرناها وفي توصياتها النهائية خلصت دراسات الفريق البحثي إلى توصيات أبرزها أهمية إنشاء مركز يعنى باللبان بمجالاته الاقتصادية والطبية والتحضير لإنشاء كرسي بحثي خاص باللبان في منظمة اليونسكو والاستثمار السياحي والتجاري لأشجار اللبان صاحب الندوة معرض جسد بيئة شجرة اللبان والأدوات التي تستخدم في الحصاد فضلا عن لوحات فنية في تلك البيئة خلال هذا المعرض تمكننا من تجسيد الحياة القديمة منزلة اللبان من خلال جهود الشباب الباحثين والمعلومات التي تحصل عليها من خلال مواكبة الرجال القدماء في هذه المنازل اللبان من مجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بولاية صلالة خالد بن محمد المعشني محافظة ظفار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر